بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صفة الصلاة ذكرنا أنه يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فإذا أنزل يديه فهنا أمران الأول كيف يكون وضع اليدين والأمر الثاني أين يضع اليدين فالأمر الأول هناك حالات في كيفية وضع اليد الحالة الأولى أنه يقبض كوع يسرى بمعنى يضع كفها الأيمن على كفها الأيسر ويقبض الكوع والكوع هو مفصل الإبهام هذه صفة والصفة الأخرى أنه لا يقبض وإنما يضع كفه الأيمن على كفها الأيسر دون أن يقبض كفها الأيسر الصفة الثالثة أنه يضع يده اليمنى أو كفه الأيمن على ذراعه الأيسر وهذا ورد في صحيح البخاري هذه الصفة جاءت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة والمراد بيده اليمنى هنا أي الكف إذن هذا الأمر الأول بالنسبة لكيفية الوضع اليد أين توضع اليد؟ هنا ثلاثة حالات الحالة الأولى أنها تكون تحت السرة حينما يضع يقبض كوعه يمنىه بيضع على يسرى ويقبض كوع اليسرى أو يضعها كما قلنا أو يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى يضعها تحت السرة تحت سرته وهذه الصفة هي المشهورة في المذهب الحنبلي ويستدل على ذلك بحديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة ولكن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يضعها فوق السرة وليس تحت السرة ونص الإمام أحمد على ذلك وصفة ثالثة لأهل العلم أنه يضعها على الصدر يضع يديه على الصدر وهذا أقرب الأكوال كما قال ابن عثيمين رحمه الله قال هذا أقرب الأكوال أنها توضع على الصدر لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها على صدره ثم يأتي بعد ذلك بعد أن يضع يديه كما بينا صفتها وموضعها يأتي نظره أين يضع نظره وأين ينظر المصلي مطلوب منه أن يخشع في صلاته ومن الخشوع في الصلاة أنه ينظر المصلي إلى موضع سجوده وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد فإن المصلي حينما يكبر ويضع يديه على صدره كما ذكرنا فإن نظره يكون موضع سجوده لأن ذلك أدعى إلى الخشوع في الصلاة ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته وهذا مدعاة للخشوع وعدم الإنشغال مسألة إغماض العينين في الصلاة إغماض العينين في الصلاة مكروه وعلل لهذه الكراهة بأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم للنار فإنهم يغمضون أعينهم ومطلوب في الإسلام مخالفة أهل الكفر ثم بعد ذلك يأتي دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح سنة وورد على صفات فالصفة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يستفتح بهذا الدعاء وهو سنة كما ذكرنا وهناك دعاء آخر يستفتح به ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها يعني برها قليلة من الزمن فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذا دعاء وهذا دعاء وللمسلم أن يقول هذا مرة ويقول هذا مرة لكن لا يجمع بينهما ثم بعد دعاء الاستفتاح وهو سنة كما ذكرنا يأتي بالاستعاذة والاستعاذة هي للقراءة وليست للصلاة وهي على صور أو حالات أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذه كلها صفات للاستعاذة ويقول أيها شاء يقول واحدة منها وذكرنا أنها للقراءة وليست للصلاة لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن ولا علاقة لذلك أو ليست للصلاة ثم بعد ذلك البسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت الصلاة جهرية جهر بها وإذا كانت سرية أسر بها وليست من الفاتحة البسملة فيها خلاف هل هي آية أم ليست آية فالعلماء يتفقون على أنها آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واختلفوا في ما عدى ذلك إذا كانت في أول آية هل هي بعضهم قال أنها تفصل بين فواصل بين الآيات وبعضهم قال أنها آية من الصور وهذا ليس مجال بحثة فقال هنا أنها ليست من الفاتحة واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي ووجه الدلالة من هذا أنه قال إذا قال الحمد لله فأول الفاتحة هي الحمد لله فدل على أن بسم الله ليست من الفاتحة هذا والله أعلم وأحكم